موسيقى الأنانية كريح الصحراء تجفف كل ما تمر عليه مسأل خير مشاهديننا اليوم بنناقش موضوع الأنانية عند الرجل والأنانية عند المرأة وكيف أنها ممكن تفكك عائلة وتفرق أشخاص حياكم الله معكم أنا دكتور رسل النعيمي كونوا معنا من عنوين أمسيتنا سلفي زوجة الرجل الأناني مشاكل ومعانات الزوجة الأنانية الوجه الآخر للرجل الأناني ولكن ماذا لو كان الاثنان أنانيين؟ هل تستوي معادلة الحب؟ محبة وتسامح مع الفنان الإماراتي خالد البنائي نبض الحياة مع القاسة فاطمة المزروعي امرأة التنوع والحياة في فقرة فتفضة بنتوقف عند موضوع الأنانية وكيف أن هذا الأمر ممكن أن يؤثر على علاقة الزوج بزوج تم ولكن هل المرأة تستطيع أن تفرق بين الرجل الأناني أو الرجل الذي يحاول أن يكون أو يريد أن يكون الرقم واحد في بيته وأن يحصل على الدلال وكلمات المحبة بعد يوم طويل من التعب لكن ماذا إذا كانت المرأة فعلا متزوجة برجل الأناني وصعب التعامل معه؟ رجل لا يقدر تعبها وكفاحها وهل ممكن أن تحول هذه الأنانية إلى إيجابية؟ حول هذا الموضوع أستضيف اليوم معاي الدكتورة آلاء رديني أخصائية في التربية وعلم النفس وكاتبة والباحثة القانونية حنان آل علي أهلا وسهلا فيكم معانا اليوم وحياكم الله أهلا وسهلا فيكم مشاهدين خلونا نتابع هذا التقرير قبل أن نبدأ نقاشنا يعني الست مهما عملت ومهما حاولت أنه يتخليه شوي يكون فليكسبل أو يتنازل عن أنانيته بس لا هاي شي بطبيعة ورب العالمين خلوا فيها وفيه يعني حاجة أقول لك الطبع بيغلب التطبع بس ما نشبع على شيء نشبع عليه الرجال أول أناني بعد الولادة مثلا الولد بهمه نومته ما بيسأل على أنه الولد ما نام طول الليل أنه تم أنا سهراني مع الولاد وهو نيم ما بيشاركني بهذا شيء ما بيعز بحكمة يصلا الأم إزاي بتربي إبنها بتربي إن هو يبقى سيساي في بيته ما يرتبش سريره ما يدخلش المطبخ في يوم ما بيجي تجوز فده بيتحول فالست اللي معي بتحس إنه ديه أنا نية يعني أنا قاعدة بتعب برا الشغل وجوه وجوه البيت وإنت مثلا ما بدي عملش حاجة بس هي ممكن ما يكونش أنانية هو زي ما بيقولك ممكن يكون تربية يعني السوق التربية بعد أن تابعنا التقرير وشفنا بأن هناك آراء مختلفة عن الرجل الأناني خلينا نبتدي اليوم نقاشنا مع الدكتورة في البداية ريت تعريف عن معنى الأنانية وارتباطها في كلمة الأنى أول حاجة بسم الله الرحمن الرحيم أول شيء الأنانية هي حب الذات الاتكالية طبعا الشخص الأناني دائما يحب إظهار نفسه ويحب أن يكون فوق الجميع ويحب أن تكون مصلحتة هي الأولى فوق الآخرين طبعا الأنانية هي لها معاني كثيرة فنتطرق لها بشكلها المختصر أما بالنسبة للأنى طبعا الأنانية جاءت من الأنى لكن ليس بالضرورة أن تكون الأنى هي أنانية فممكن تنظرين حضرتك للأنى بأنها اعتزاز أو تقدير لنفسي وينظر لها شخص آخر أو أنظر لها أنا بأنها العظمة حبي لذاتي فلها طبعا بالنسبة لفلسفة تعبيرية للأنى مثلا أقول أنا سعيد أنا فرحان أو مثلا أني أقول بالنسبة لي أنا كنت ناجح في حياتي هذه إظهار شخصي ليقتدي أشخاص بي وليس كغرور لكن عندما تتحول إلى أنا كل شيء أنا نسبي كذا 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 تصبح أنانية عندما تتحول من شيء بسيط أني أنا تقدير اعتزازي بنفسي إلى شيء آخر إظهاري لنفسي بشكل غير طبيعي بسبيل أني بسبيل أني دائما أسقط الآخرين في أني أرفع من شيء هل ممكن الطفولة أو التربية من الطفولة تعزز هذه الصفة في الشخص؟ لها تأثير جدا كبير أول شيء الدلال الزائد الدلع الوالدين لأبنهم لإبنهم أو ابنتهم هذا يعتبر جدا خطأ فكل شيء لك أنت لا تجعل لا تترك أحد يلعب لعبتك فدائما يعلمونا على أنه هذا الشيء لك أنت فقط هذا الشيء أيضا القسوة القسوة الزائدة طبعا الأناني دائما يشعر بالنقص فيعوض شعوره بنقصه بأنه يجد نفسه فوق الكل فوق الجميع ومصطحته فوق الكل مغرور يجد أنه ثقة زائدة بنفسه بالثقة أيضا أنواع فهو ثقة زائدة بنفسه تصل إلى التكبر والغرور التفكك الأسري بين والده ووالدته أيضا حرمانا من أشياء هو يريدها أذن هو الخوف من فقدان شيء ممكن بعد يكون هي ليس فقدان هو بل فاقد الشيء فعندما يكون فاقد الشيء يعوضها بالأنانية طبعا هي الأنانية شيء للأسف شديد عندما يكون الشخص أناني فإنه يضيع نفسه ويضيع الحواليه يخسرهم بخصوص هذا الشيء أحنان هل تتوقعين أنه شيء ممكن يسبب فعلا إلى حالات طلاق يعني أنت قانونيا شفتي أكيد في هالأمور في المحكمة وقدرتوا تحلوها مثل مطرقة الدكتورة إذا الأسرة هي البنية الأساسية في تربية سواء الزوج أو الزوجة هم صغار في هذا المجال فإذا هم كبرى وعندهم حب النفس وليس الحب الطبيعي للإنسان يحافظ على نفسه أو أنه يقدر نفسه في فرق فإذا هذا الشيء كان موجود طبيعي لأن تجدين الزوج ليس مستعد يقدم تنازلات مقابل أرضاء الزوجة أو مقابل تلبية احتياجات الأسرة أو المنزل هذا اللي هم يقودونها كذلك الزوجة إذا كانت أنانية ما رح يكون عندها وقت لأطفالها ما رح يكون عندها وقت حتى لزوجها أن تعطي حقوقها أو نقول أقل حقوقها لأن البعض اليوم ممكن يتطرق إلى موضوع والله التزامات الحياة وهذا الأمور لكن هذا مش شعائق لكن الأنانية أنا أعتبرها قد يكون مرض يعني المفروض يتفادون هالناس يعني بطبيعة الحياة نعم دكتورة شو الفرق بين الخصوصية والأنانية طبعا الأنانية مثل ما قلنا بأنه شخص يريد أن يمتلك كل شيء له يحب دائما الأشياء تكون له بمفردة يحب أن يكون يعني متطلباته مجابة أن كل شيء بالنسبة له هو وليس لغيره أما بالنسبة للخصوصية هذا شيء آخر أنا لخصوصيتي زوجي له خصوصياته ليس بالمعنى الكبير أنه يكون لخصوصيات يعني لا يوجد لي يعني أسراري الخاصة مثلا زوجي له خصوصياته مع أهله فلا يريد أن يتطرق لهذه الخصوصيات أو المشاكل ممكن معي ممكن له خصوصياته في الخروج من المنزل إلى زيارة أصدقاءه أو مثلا السهر مع أصدقاءه ليس بالفترة الطويلة لكن له خصوصيات مع أصدقاءه كرجل لخصوصياته فالمرأة ليس من حقها أن تتحكم في هذه الخصوصيات يعني لماذا تسهر مع أصدقاءك لماذا تخرج معهم لماذا 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 هذا لم يحدث تقصير في حقها عشان ما نوصل مرة فتحنا إذا كان ما فيه تقصير في حقها طبعا هذا لا تقصير في حقها ولا فيه تقصير في حق ابنائها طبعا للأسف بعض الزوجات لا يفصلنا بين الخصوصية والأنانية فتعتبر أن زوجها إذا خرج خارج المنزل مثلا حضرها مناسبة مع أصدقاء بأنها لا من حق لا من حق أن يترك أسرته ويخرج إلى الخارج وهم أولى بهذا الشيء لكن هو في جانب معين وقت الخاص يحب الخصوصية يتمنى أن يكون له خصوصية كرجل حنان هل أنتو يوم توصلكم مثل هذه القضايا وسبب الطلاق يكون الأنانية من الزوج أو الزوجة هل تسعون لتحويل هذه الأنانية لشيء إيجابي أو لإصلاح بينهم كتسلسلية قانونية أول شيء لدينا لجان صلح قبل الموضوع ينطرح أمام القاضي فهذا القاضي المصلح يحاول لأنه يجتمع معهم يعقد معهم جلسات يكتشف أنه شو سبب طلب الزوجة للطلاق أو للخلع أو شو سبب أن الزوج يطلق الزوجة فطبعا إذا كانت مثل هذه الأمور ولم تعلق في كيان الشخص نفسه يعني مثل الألانية العصبية أو الضرب وهذا في أمور ممكن تنحل يحاولون عن طريق الاستشارات الاجتماعية والأسرية طبعا باستعانة بذول أشخاص الخبرة وبيستعانة بالدكاترة ما شاء الله اللي عندهم عفواً الخلفية لهذا الموضوع يحاولون يعقدون جلسات استشارية اجتماعية للزوجين الوصول إلى حل إذا وجدوا أنه لا يوجد حل أو نتيجة لهذا الصلح بالتالي يرفعونه للقضاء في هذه الحالة نعم دكتورة هل تتوقعين الأناني بحاجة أن يزور دكتور نفسي مثلا ويحاول أن يتخلص من هذا الشيء هي ليس بالضرورة كل الأنانيين يجب أن يزوره دكتور على فكرة فيه ممكن نسبة كبير من الأنانية صح حتى فيه أشخاص ما يعرفون أنهم أنانيين صح حتى ولا حتى تخبروا الأناني لا يشعر بأنه أناني هذا الشيء ما يعرف عن نفسه بأنه شي طبيعي هذا يعتبر شي طبيعي أنا حقي حقي أني أنا أكون أنه كل شيء أملكه زوجتي ملكي أطفالي ملكي فهذا الشيء لا يعتبر شي طبيعي بالنسبة لزيارة الطبيب النفسي في حالات فعلا يحتاجون إلى طبيب نفسي تصل إلى مرحلة يعني غير فوق المألوف يتعدى حدود المألوف فهنا يجب أنه يحتاج زيارة الطبيب النفسي بحيث كل الحلول التي تستخدمها معها الزوجة تعتبر باعت في الفشل لو كان الزوج والزوجة أنانيين للعسف الشديد إذا كانت الزوجة والزوجة أنانيين فكيان الأسرة خليهم مع بعض لا يستمروا لا يستمر الاستمرار يكون صعب بالنسبة لأنه لأنه يجب أن يكون تنازل بينهم لما تكون مع بعضهم الإجاب والإجاب يصير تنافر بينهم نعم صح السلب والسلب تنافر يمكن كل الحلول تكون مستحيلة في هذا الشيء لأنها تشعر أن كل شيء ملكي وهو يشعر كل شيء ملكي فبالتالي شنو وقعنا يا سيارة الشيء الذي يريدونه لمن لمن فلا يعني أحيانا الزوج يعتقد أن عندما يعني يرتبطه الإنسانة خلاص هاي مملكة ملكة مستعد يقضي على كيانها الخاص على شخصية أيضا المرأة يعني مثلا أحيانا نحن يقول الريال يبالها فتشة شوي أنه يحاول يطلع يغير جو معرب عساس يقدر يعطي للبيت يعني إذا أتي ما ما سمحتي لهذا المجال فشيء طبيعي رح يوصل وشيء آخر يعني أفن بالنك شيء آخر أيضا ضروري طبعا نحن إذا تطرقنا فيما بعد بالنسبة للعلاج الأنانية عند الرجل أول حاجة بالنسبة لأنه الزوجة يجب أن يعني تضع في اعتبارها بأنها عدم الإهمال الزوج الاهتمام به أكثر يعني أعطاء محبة أكثر فهونا إذا كانت هي أنانية وهو أناني فبالتالي رح يصير هي تهمله وهو يهملها فبالتالي تنهد حياتهم الزوجية ويصير بينهم مستحيل والضحية إذا كان هناك أطفال فما رح تستمر طبعا هي الأنانية مثل ما قالت الدكتور شيء صعب أن واحد ممكن يتعامل معه لكن نحن نعطي فرص للأشخاص اللي هم يعانون من هذا الشيء هي ما نقول أنه مرض نفسي ممكن نقول خلل نفسي يمكن نحن أنفسنا فينا بعض الأنانية لكن ما نشعر فيها بعض الأنانية اللي هي بالمعدل الطبيعي اللي ما نعذي فيها الأشخاص من حولناها حب الذات في بعض الأحيان مهم حرف فكرة نعم صحيح طبعا في نهاية هذه الفقرة أشكر وجودكم معانا اليوم إن شاء الله نبتعد أو تبتعد عننا الأنانية بكلها شكرا للدكتور طبعا فيها لا أنا بس حابة أنه نصيحة للأسواج وأيضا نصيحة للزوجة إذا كان زوجها أناني أنت تصبر فالصبر هو مفتاح الفرج تصبر عليه تعطيه أكثر من المحبة أكثر من الاهتمام أكثر من العطف لا تهمله ولا تجعله بل تجعله جانب رئيسي في حياتها اهتمامها يكون جل اهتمامها هو أنه زوجها فبالتالي راح تكون الحياة الزوجية إن شاء الله بذن الله أسترحنا نحابة تقولين شي بعد أنا أنصح للمقبلين على الزواج أيضا هذا شي جدا مفيد لهم أن يكون عندهم الطلاع بالثقافة الزوجية عساس كل واحد يكون عارف شو مسؤوليات يعرف أنه يعطي بعد موضوع الأنانية هذه أيضا إذا هي اكتشفت أو هو اكتشف أنه عنده هذا شي يحاول يتنازل عنه أو يعالجه عشان يحافظ على بيته فمو دائما التفرقة هو الحل الوحيد لها المنور صحيح شكرا لكم اليوم شكرا مشاهدينا في الفقرة القادمة بنناقش زواج الرجل من المرأة الأنانية خليكم معنا أهلا فيكم مشاهدينا من جديد في فقرة مخصصة للرجل فقط نسمع كثير عن رجال يرتبطون بنسا يتصفون بالأنانية امرأة لا تهتم إلا بنفسها ولا تهتم لزوجها وهي تطلب دائما منه المحبة والمال والهدايا وحتى تدريس الأطفال وغيرها من أمور لكن ما هي ردة فعل الرجل اتجاه المرأة الأنانية؟ هل هي تختلف عن ردة فعل المرأة اتجاه الرجل الأناني؟ ولكن هل يستطيع الرجل أن يحول هذه الأنانية إلى أمر إيجابي؟ وهل هي تتفق مع المحبة والمشاركة والأمومة؟ حول هذا الموضوع نستضيف معنا اليوم الدكتور يوسف محمد شراب المستشار التربوي في منظمة الأسرة العربية حياك الله دكتور معنا حياكم الله أنا سعيد بهذا اللقاء في قناة الزفرة وحقيقة هذه البرامج أنا أعتقد المجتمع في أمس الحاجة إليها لأن هذه قضايا الأسرة وقضايا المجتمع في الصفة العامة صحيح دكتور بداية ما هو تعريف المرأة الأنانية؟ وهل يختلف تعريفها عن الرجل الأناني؟ يعني أنا اسمحي لي ما فيش مرأة أنانية ولا في رجل أناني هو في أنانية هذا صفة نعم صفة الصفة هذه ممكن تطلق على أي أحد يعني وكذلك الأنانية يعني مش كلها سلبي لأن في أنانية إيجابية لما يكون المرأة أو الرجل يحب أولاده يحب عمله يحب بيته هذه أنانية بس أنانية محمودة أنانية إيجابية لكن اللي أنت يمكن أن تركزوا عليه الأنانية السلبية اللي تؤدي إلى نوع من المشاكل أو الخلافات أو تؤدي إلى تفكك أسري نعم نحن نركز عليه عشان نحلها نعم نعم خلاص هو هذا إن شاء الله نصل إليه إن شاء الله دكتور شو هي صفات المرأة الأنانية بالتخصيص يعني للمرأة الأنانية ما هي صفاتها؟ هو المرأة الأنانية نحن بدون ننظر الأنانية فردية وأنانانية جماعية الأنانية الفردية أنه هي تبعث عن ذاتها وموالا إليها علاقة بغيرها يعني لا يهم بيتها ولا أولادها ولا زوجها هذه طبعاً هذه الدامة وضارة وهذه لابد تكون لها معالجة وهي على فكرة لها أسباب طبعاً شو هي أسبابها ديكتورس؟ أسبابها ثلاث خصوصيات أولاً بيولوجية المرأة بطبيعتها المرأة أين كانت بغض النظر عن الجسية هي كائن بيولوجي له خصوصية سواء الخصوصية هذه في التكوين في الطول في الوزن إلى خيره كل هذا الجانب البيولوجي الجانب الآخر الجانب التنشئة والتعليم يعني هي وين نشأت؟ الأسرة اللي طلعت منها تؤثر ولا لا تؤثر وتعليمها يعني في فرق بين المرأة المتعلمة وغير المتعلمة حتى المتعلمة الطبيبة غير المحامية غير المدرسة هذه الخصوصية الخصوصية الثالثة اللي هي تتعلق بذاتها فيما يتعلق بميولها بمهاراتها يعني قد تكون مرأة هاوية للموسيقى مثلاً يعني هي حبها للموسيقى ضد حب زوجها للرياضة فهذه أنانية وهذه أنانية فمعنا ذلك هنا بتحصل نوع من عدم الوفاق اللي احنا بنقول أساساً الارتباط المفترض احنا إذا بدأتكلم في موضوع الأنانية فيما يتعلق بالأسرة مش بالمرأة كمفردة لكن في الأسرة هي زوجة وفي بيت هنا لابد يكون فيه نوع من التوافق يعني التوافق والتراضي هل ممكن يؤدي أنانية المرأة إلى هدم الأسرة؟ ممكن إذا لم يتفهم الرجل إذا لم يتفهم ذاته وهذا طبعاً أساساً يعني الآخر إحصائية للتوجيه الأسري في دبي من يومين 69% من حالات عدم التوافق الأسري بسبب هذه القضايا هذه إحصائية رسمية فهذا العدد مش بسيط يعني الأغلبية لعدم التوافق وليش هو عدم التوافق؟ وأساساً أن الارتباط كان قائم على توافق لأنه فيه إجابة وقبول وهذا الإجابة والقبول إذا ما بنى على أسس ما هيحصل النتائج اللي نتكلم عنها لأنه المفترض أنه نسميه التوافق بين الزوجين مش التضابق التوافق التوافق أنه إحنا تضينا ببعضنا البعض نعم قبول الآخر نعم قبول الآخر نعم صحيح يعني يكون إملاع عليه أو فرض أعتقد فيه تقسيم أدوار يعني الحياة الأسرية فيه دور للمرأة أو دور للرجل إنما هي تتنازل عن دورها أو هو يتنازل عن دوره إلها هذا بيكون يدخل فيه في يعني مصاري الأنانية فالمفترض أنه هذه الزوجة اللي هي بتطلب بدأ الارتباط بشراكة الشراكة مش شركة تأمين ولا شركة مصنع ولا لا شراكة أبادية يعني إذا كان من البداية كانت هذه العقبات ما ستستمر المسيرة لأن الارتباط الزوجي شراكة أبادية من الزواج إلى الممال فلا يجوز أنه يكون فيها هذه الأشياء فهذا بتتوقف على النقاط الثلاثة اللي قلنا عليها تنشئتها وتعليمها هو تنشئت وتعليمه فإذا هم ارتبطوا بناء على أسس هذه الأمور كلها أعتقد بتكون يعني ممكن تتغلب عليها نعم الآن دكتور بروح شوي للحلول طريقة التعامل مع المرأة الأنانية كيف ممكن تتعامل أو الرجل يتعامل معه هو شوف الإمام أحمد بن حنبل له بقولة ممتازة وجميلة يقول لك تسع أعشار الحلول في التغافل التغافل إنه يغض النظر يعني أنت في عندك بعض الأمور في كل أسرة دي تحت إنه هي تغض النظر وهو يغض النظر حتى تسير المركب في الاتجاه الصحية إنما إذا كل طرف يعني يمسك للآخر الهفوات لأنهم أساساً طبيعياً كل واحد جاي من بيئة اللي جاي كل واحد من بيئة تكونوا بيئة جديدة هذه البيئة الجديدة تتطلب التراضي بين الطرفين ويكونوا متفقين على خطوط السير إنما إذا أنا بدي أصر على ما أنا عليه وهي تصر على ما هي عليه أنا أتمنى ما أتكون بيت جديد البيت الجديد بده تنازل من الطرفين وبده غض النظر ويعني اللي قالها الإمام أحمد التغافل يعني تعتبر نفسك ما سمعت أو ما شفتي طالما إن هذا لا يؤدي إلى هدم أو إلى يعني أشياء دكتور أنت الآن أنا كتبس ألت لكن في بعض الأحيان تكون هذه الأنانية فوق الطبيعي يعني نحن ممكن نتغافل لكن وحتى رجل ممكن يتغافل على المرأة لو كانت في حدود الطبيعي والمعقول ولو صارتها فوات في هذا الموضوع لكن لو كانت الصورة يومية وفوق الطبيعي شو الحل في هالموضوع كيف ممكن تتعامل معها؟ الحل هو في معادلة قل لك استمع وأنصد وتغافل استمع وأنصد وتغافل لازم يكون في بينهم بحوار إذا ما استمع على بعض فمعناته كيف تتصل على حلول هو في واد هي في واد يعني هو مشغول هي مشغولة فما بيستمع على بعض وما يكفي الاستماع يمكن يكون بها هو يتكلم وهي مشغولة بدها إنصاط يعني فهم ما يقول وهي نفس الشيء عندما تتكلم هو يستمع إليها لأنه حقيقة المرأة يعني تحتاج عاطفة تحتاج عاطفة وهو يحتاج احترام الرجل اللي يحتاج احترام هي لا يقبل أن تجرح مشاعره وهي يعني يستجاب لعواطفها هي إنسانه وإنسان لكن يغلب على المرأة الجانب العاطفي وهذا العاطفة ليست تعيب العاطفة هذه تحتاج حساسية في التعامل يعني أنت تقدر مشاعرها لا تؤذيها لا تقول كلمات جارحة إلى أخير كل هذا يؤدي إلى هدم وبالتالي أدت إلى فجوة يعني أنت عشان تسدي الفجوة اللي ما بين الفرقين اللي قلنا عليهم أن كل واحد جاي من بيئة نحن يكون اللي قلنا عليه استماع وإنصار وتغافر يؤدي معادلة تؤدي إلى السعادة وإلى الاستقرار بذن الله لكن دكتور نحن بعض الحالات بعد نشوفها بأن الزواج يبدأ تمام كل الأمور طيبة لكن بعدها بسبب بعض التصرفات من الرجل ترجع المرأة تصبح أنانية بسبب كردة فعل لهذا الموضوع شو نصيحتك لهذه المرأة وهذا الرجل والله صراحة أنا نصيحتي أقول أنه هناك في خدعة حصلت لأنه شوف لو كن في صراحة وفي صدق ما يحصل هذا الشيء لأنه هو اللي يحصل بعد الارتباط يحصل التغير يعني بيكون فترة بداية الارتباط والخطوبة جميلة لما شايديت أنه كلها وعود وكلها كلام جميل وكلام معسول إلى غيره وبعدين لما يبدأ الحياة الفعلية بيبدأ كل واحد يبحث في الأول كان ينظر للجانب الجميل والجانب الإيجابي والجانب الممتع لكن بعد الارتباط بيبدأ يبحث عن الجانب الآخر وهذه طبعا خطأ في الشخصيتين أنا أقول لك إذا كان التوافق والتفاهم تم بناء على تراضي وعلى شروط وهي لم ترغم على الزواج وهو يعني عن قناعة فتأكد التوافق أن هذا ما حيحصل لكن هذا بيحصل في الأسر اللي هو بيقولش فيها التكافؤ اللي قلنا عليه ليش التكافؤ تكافؤ في التعليم التكافؤ في السن تكافؤ في البيئة تكافؤ في المستوى الثقافي لما يكون في فجوة كبيرة في التعليم ممكن تؤدي لا تفضلت فيه فجوة كبيرة في التنشئة برضو إلى أثر فجوة كبيرة في البيئة يعني أنت لما واحد يأخذ من بيئة أوروبية وواحد من بيئة عربية هناك في هذه الفجوات بس هذه لا يعني أنه بيفشل الزواج لا يعني إحنا بنتكلم على في الغالب يعني إحنا لا يعني ما في تعميم يعني ما تأخذيش أنت موقف واحد وتقول عليه أنه يفشل الزواج بالأجنبية لكن إذا كان أنت البيئة واحدة ومستوى التعليم وتقبل المقابل الآخر نعم يعني أنت الآن لا يقبل صراحة أنه واحد يكون مثلا معه دكتوراه ويأخذ واحدة مثلا يعني هي إنسانة صح وممكن تنجح أحسن من واحدة معه دكتوراه يتزوجها ما في قاعدة ثابتة في الزواج حالة الزواج تعالج حالة بحالة نعم مثل الحالات الثانية وبعد إضافة أخيرة لكلامك دكتور بأن الثقافة الزوجية قبل الزواج لها تأثير وأهمية كبيرة في التقليل من هذا الموضوع نشكر تواجدك معنا اليوم دكتور الله أحييكي وهذا تأكيدا على فكرة الآن مؤسسات الأسرية تشترط الآن قبل الإقتران زي مثلا في دولة الأمارات مؤسس صندوق الزواج تشترط عمل دورات تثقفية لتقلل من هذه الفجوة ويعرضوا حالات لأننا مطلعين في المجتمع وعيشين في حالات صراحة صارخة يعني بعد أيام وبعد تكلفة الألاف تحصل حالات الطلق نعم ويحصل خلال عدم وجود هذا التراضي خطوة مهمة جدا طبعاً شكرا لك دكتور العفو أنا أشكر كنت على الضيافة وإن شاء الله موافقين دائماً أجمعين يا رب مشاهدينا خليكم معانا في الفقرة القادمة أن يتحول المسرح إلى مصباح أو منصة لطرد الكآبة وفتح نافذ على المحبة والحياة فتلك معادلة خالد البناء الفنان الإماراتي المتعدد فهو ممثل تلفزيوني وسينمائي وإذاعي وكاتب ومخرج مسرحي عرف في مسلسل القيابة التراثي إلى جانبها جسه بتأسيس مسرح مدرسي ليلون الحياة بمعنى المسرح والفن وما يحمله من رسائل جمالية تؤكد دائماً على الهم الثقافي فأهلاً وسهلاً فيك أستاذ خالد البناء معنا اليوم يا أهلاً وسهلاً فيكم وشكراً على المقدمة اللطيفة يا ريت أستاذ في البداية تخبرنا عن أهمية المسرح بالنسبة لك بالنسبة لي أنا المسرح طبعاً حياة وعمر ومثل ما يطلق على المسرح بالفنون فهو طبعاً شامل كل مجالات الحياة صحيح حتى في البيت ممكن واحد يتعطى مسرح حتى بالشارع حتى بالثقافة حتى بالقراءة فالمسرح حياة كاملة جميل تشبيهك أن حتى البيت ممكن أن يكون مسرح للأحداث بعد نعم نعم في الكويت استغلت في موضوع الإخراج والتمثيل في نفس الوقت صح؟ نعم ممكن تحدثنا أكثر عن هذه التجربة؟ الحقيقة في الكويت يعني نحنا نذيش الفترة كنا طبعاً في المحدة على الفنون المسرحية طبعاً من ضمن الطلبة يعني بداياتنا كانت دراسة مع أساتذة السنة الأولى شوية الواحد فيها متوتر يديد على الموضوع يديد على الموضوع لكن بعد فترة الحمد لله تقلمنا لقينا الأساتذة والمعلمين اللي يدرسون مواد التمثيل والإخراج نعم نلتقي فيهم في خارج المحط يعني بعد الظهر نلتقي معهم في الإذاعة أو في التلفزيون إذاعة الكويت طبعاً أنا الأسسني الله يرحمها المغفور للفنان علي المفيد كان يطلق على إذاعة دورة الكويت المصنع يقول الممثل إذا ما دخل المصنع ما يصنى عدل جميل فحقيقة أنت بناني هذا الإنسان الله يرحمه نعم وطبعاً استفاديت من استفادك كبيراً نعم بالله يطلق فلكويت طبعاً مجالها واسع جداً في الفنون يعني إحنا كنا طلبة ونروح الإذاعة نشتغل نروح مؤسسة البرامج المشتركة نعمل بلا الصوت إذا في شركات إنتاج خاصة نشتغل معها فكان يومنا حافل يعني يوم كامل جميل متنوع متنوع من بعد الدراسة من ثانتين ونص يعني الواحد يرجع البيت في ساعات متأخرة لكن متعة يعني ما تصورينها ما شاء الله عليك استاذ أنت عندك تنوع مختلف لكن شو الأقرب لقلبك؟ طبعاً أكيد مية في المية المسرح المسرح جميل نلت عليه المجستير جميل اشتغلت أنا مع المشرف على الموضوع أنه البدايات الأولى للمسرح البدايات كلها في المراجع تتناول مثلاً في الوطن العربي أو في الخليج معروف أنه في الوطن العربي أو الخليج أو حتى الإمارات داخل المسرح على طريق المدرسة اتجاهنا قلنا خلينا نشوف التجارب العالمية المتعارف عليه أنه في الغريق البدايات كانت في 550 قبل الميلاد نعم ولكن طيب قبل الميلاد هذا فيه يوجد مسرح طبعاً ما قبل الفترة هذه الأبحاث أو الجماعة مطرقوا لها فصبينا كل تركيزاً على هذا الموضوع لقينا أنه أيضاً المسرح دخل الغريق عن طريق المسرح المدرسي جميل عن طريق مدرسة السوقراط وانطلق طبعاً في العالم كله هل هذا الشي هو دفعك أنك تخوض التجربة في رأس الخيمة وأنك تيب الطلاب والمعلمين أنهم يخوضوا هذه التجربة؟ نعم أنا يعني أول ما اتقرجيت من الجامعة فكرت أنه نعم نأسس يعني مشرفين ومشرفات المسرح المدرسي بالذات يعني على سبيل مثال منطقة درس خيمة تعلمية عندنا 94 مدرسة نعم فلما عملت مس على المشاركات المدارس رغم وجود المواهب ألاقي المشاركين المدارس 14-15 مدرسة لا قليلة لهذا فاتفقت مع مدير المطقة تعليمية الله أذكر الله بالخير الأستاذ عبدالله مصبح نعم حالياً موجود في اليونسكو أبر الله كل التحية أقترحت لي قلت له المواهب موجودة بس محتاجين شوية تنمية قال لي أنا معك وفعلاً عملنا ورشة تدريبية طبعاً معنا زملاء من الفنانين أذكر منهم الدكتور حبيب غلوم الأستاذ عبدالله الأستاذ الدكتور هيثم الخواجة الأستاذ وريد الزعابي ومحدثكم فعملنا ورشة مدتها 45 يوم السنة الثانية لما طلحنا المصابقة في المسرح ستين مدرسة شاركة ما شاء الله الحمدلله متيجة جميلة نعم عملنا تأسيس حلول الحمدلله وبعدين مشت الأمور سبب اختيارك لرأس الخيمة ليه المشروع هذا بالذات؟ الحقيقة طبعاً بحكم إقامتي في رأس الخيمة وبحكم أننا مضى في وزار ثربي والتعليم وكانت طبعاً أول تجربة كانت إلنا ولله الحمد فيما بعد عمومة على طبعاً جميع إمارات الدولة نعم مشاركاتك المسرحية أستاذ حدثنا عنها شوي الحقيقة عندي طبعاً عندها تعمال ولكن المسرحية اللي دائماً ذكرها وحنلها اللي هي مسرحية الإيلة الزفاف قدمناها في أيام الشرق المسرحية في 1994 ويعني كان الأمل أن نقدم لها بارتو جزء ثاني ولكن الأسف الشديد طبعاً مولف النص طفاً الله يرحمه فما صار في مجالاً توقفت على المسرحية نعم المسرحية الثانية اللي هي مؤقراً قدمناها اللي هي مسرحية بايتة تأليف مرعي الحليان وقراج ناجل حاي حقيقة هي قدمناها في أيام الشرق المسرحية وفي عدة دول في السعودية نعم وقدمناها في المغرب وقدمناها في البحرين نعم في المغرب طبعاً منطقتين قدمناها واحتمال أن يكون عندنا عرض في الكويت إن شاء الله قريب بإذن الله شو قبال الناس على المسرح؟ هل بعدهم الناس مهتمين في هذا الشيء؟ الحقيقة نحن نعاني من قلة الجمهور قلة الجمهور هذه مشكلة عندنا في الإمارات إن الأعمال كلها عندنا أعمال موسمية مش أعمال جماهيرية مستمرة يعني على سبيل مثل دولة الكويت تتلاقيين الأعمال مستمرة على طول السنة الجمهور متعود إحنا بس عندنا الجمهوريون فقط في المهرجانات طبعاً الأعمال اللي في المهرجان اللي هي طبعاً تكون حق النخبة والكل يسعى لتحصيل جوائز صحيح فينسون المشاهد العادي ولكن طبعاً ارتأت دارة الشارقة طبعاً بتوجيهها صاحب السمو سيدي شيخ دكتور سلطان محمد القاسمي إنه بعد ما يخلصون المهرجان هذا يعملون موسم مسرحي يعني المسرحيات هذه يطوف أنحاء الإمارات كلها تقدم عروض مجانية للجمهور هذه حقيقة يعني من خلال كم السنة بدأت تعملنا نوع من تتكرر سنوياً هذا يتكرر حدث تعمل حراك يعني شوية للجمهور طبعاً يتعودون مرة ثانية على المسرح نعم في مرة من المرات ذكرت بأن الفنان الإماراتي مطحون نعم سبب ذكرك لهذا الشيء هذا جرح كبير تتكلم عنه وهم كبير مو بس عند خالد البنائي عند كل الفناني تقريباً الآن يعني نحن الحمد لله دولة الإمارات في تقدم وازدهار في كل مكان في ظل قيادتنا الرشيدة الله يحفظه مننا الفن الحمد لله أنا منقدم أعمال في شهر رمضان لكل يتني ويشكر مشكلتنا الوحيدة أنه إحنا ما عندنا ديموم في عملية الدراما الدراما محصولة في شهر رمضان حتى لو يعني مثلاً عمل أو غيره يرتطم الفنان بموضوع الوظيفة والشغل أنا ذكرت هذا المصطلح والجملة مطحول أنه بعدها موشرة بعد ما خلصت المسلسل القياضة السنة اللي فاتت عملوا لي إلقاه في التلفزيون وأنا كنت فيه يعني منهكة الآخر فطلع مني المصطلح هذا لسبب لأنه أنا أتصوري أدوم سبعة ونص أخلص دوام ثنتين ونص أركب السيارة على التصوير لغاية الساعة واحدة ونص ثنتين وأرجع مرة ثانية هلوم وجره أنا هيكة عند الضيوف الليونة من بره طبعاً مفرغين ومرتاحين أنا ما أطالب أن الفنان اللي مراتي يقعد كسول خامل نايم بدون وظيفة لا نمسك العسا من النص يعني لما يكون عندها عمل فرغوا خل يشتغل وبعد ما يخلص يرجع وظيفته المسؤولين كلهم يسرون ها شو بتقدمون السنة؟ شو الأعمال السنة؟ فرغونا؟ نايمكن نوايح وقوانين فأيضاً المفروض أن هناك استثناءات لهذا الموضوع المفروض المفروض أن هناك استثناءات الحمد لله في تطور في شركات تنتاج كثير رجاية يعني يتينا عروض من خارج الدولة لكن نعتذر أن نقول ما نقدر إجازة ما عدنا حتى لو مسلسل مثلاً أننا كنت في رأس القيمة وفي إمارة ثانية أعمل ألف حساب المشوار الرجعة الجاية صح فالواحد يطلع أمام الكاميرا بعد جهد طويل أمام الكاميرا ورغم ذلك نقدم ونشتهد ونتعب ونتمنى إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله فأكيد فيه حلول في المستقبل يا رب إن شاء الله أتمنى الأعمال التي تحضر لها حالياً استابقها خالد؟ حالياً الحقيقة قاعدين نحضر لمهرجان المرح واللياقة إن شاء الله يزار التربية والتعليم بيكون في أبوطبي عملي إن شاء الله أبريت يتكلم عن الصحة واللياقة والتغذية معانا حوالي 120 طالب وطالبة جميل ومعانا حوالي 6 و 7 فريق وطني من جميع الإمارات كلهم طلبة مدارس وإن شاء الله بيكون هذا في إمارة أبوطبي في شهر 2 بذن الله عندي طبعاً عرض لي مسلسل تراثي لغاية الآن مقدر أفصحنا قبل ما أقرأ النص إن شاء الله وبإذن الله بيكون عندنا الموافقة بيكون في شهر رمضان يورط أيضاً عندي أبريت بيكون إن شاء الله ختم الأنشطة لوزار التربية والتعليم إن شاء الله في شهر 4 بإذن الله بإذن الله ما هي أهمية المسرح المدرسي في الإمارات في توصيل معلومة للمجتمع أو للطلاب؟ الحقيقة المسرح المدرسي لها همية قسوة والآن أصبح أحد الوسائل التعليمية في جميع الدول حقيقة بالذات أوروبا نحن قاعدين نعمل ومجاهدين حالياً مؤخراً طبعاً بدأت القيادة في وزار التربية والتعليم يعني تهتم بهذا الجانب ووضعنا على المخطة سنوية لهذا الموضوع لكن كتطبيق فعلي مطبق في المدارس لا حقيقة أنا ذا أبو أشيد أبو أشيد في مدارس الإمارات الوطنية حقيقة هذه المدارس تقريباً حسب معلوماتي اللي هي الوحيدة في الإمارات تطبق الدراما وفيه عندهم ناس متخصصين في الدراما يدرسون الطلبة وعنتهم مادة إلى امتحان ولا تقييم ولا نشاط آخر العام يعني هذه التجربة لو طبقت في جميع مدارس الدولة صدقيني كل الكوادر نحن محتاجينها الميديا في الإمارات محتاجة كل الكوادر ما شاء الله محطات كثيرة مهرجانات كثيرة عندنا نلاقي يعني نقص في الكوادر يعني أوقات على سبيل المثال ما بتكلم عن مهرجان مهرجان مسرح يصير فنفس الوقت تكون الأعمال نصورها في الدراما فيكون مثل مشتت ما بين الدراما وما بين كذا المنتجين تفقون بيهن بين بعض أرجوه خليه عندي بعد البروف فيعني حقيقة يعني تجربة المدارس الإمارات الوطنية جداً رائعة وأتمنى أنها تضبق إن شاء الله في النهاية حبينا نعرف حسب وجهة نظارك هل المسرح لا أهمية في توصيل رسالة المحبة والتسامح؟ أكيد طبعاً المسرح مرآة المجتمع المسرح ممكن نحطي كل أفكارنا الوطنية العدات والتقاليد القيم الإنسانية الأخلاق الفكر الأودريوجي أي فلسفة أي فكرة نحطيها ممكن توصيلها عن طريق المسرح المسرح جمهور كبير وبعدين الميزة في المسرح أنه لا يفواقعي ما في مثل التصوير التلفزيوني رسالة مباشرة رسالة مباشرة طبعاً يعني المسرح يعتبر أحد الركائز الرئيسية في توصيل رسالة المحبة والسلام في كل المجتمعات نعم صحيح طبعاً نتمنى لك كل التوفيق أستاذ خالد ونشكر تواجدك معنا اليوم ونورتنا الله أطوله بأمرت شكراً جزيلاً وعلى طاقم الفني وشكراً على الاستضافة شكراً لك مشاهدين شكراً على المتابعة وخليكم معنا في الفقرة القادمة في فقرة نبص نتوقف اليوم عن تجربة استطاعت أن ترسم طريقها بوجوهها المختلفة والمتنوعة فلقد استطاعت أن تكتب قصص للأطفال ومنها هن تضيع قصصها وكيف تصطاد فكرة وقصص للكبار ومنها نهار الضباء كما شغلت منصب عضو سابق في المجلس الوطني الاتحادي وهي مهتمة أيضاً بالتراث ولها كتاب بالأغاني الشعبية رحبوا معي بالدكتورة فاطمة المزروعي حياة الله دكتورة معنا اليوم الله سعيدة بوجودي معكم اليوم نحن أسعد دكتورة حدثينا في البداية عن اهتمامك في كتابة القصص للأطفال بجانب الأدب والأمور الثانية بدأت منذ الصغر بالكتابة وكانت مرتبطة عندي أيضاً بالقراءة وكنت مهتمة جداً بالدراسة كنت متفوقة وكنت في الصيفة خصصة للقراءة مع بداية انتهاء تقريباً السنة الثانية في الجامعة بدأت أركز أكثر على الكتاب لأن في الفترة الجامعية في متسع من الوقت وبدأت النشر في جريط الاتحاد وجريط الخليج ومن ذلك اليوم لم أتوقف تقريباً عن الكتابة كتبت القصص القصيرة فترة طويلة جداً وظليت مهتمة بالتراث الشعبي بداية كان اهتمامي بالتراث الشعبي كاستماع واستمتاع لكن مع الوقت وجدت نفسي أكتب في الأدب الشعبي وعن الأدب الشعبي أما الأطفال فتقريباً كتب نشرت من أربع سنوات لكن كنت أكتب سابقاً جميل دكتور هل تتوقعين عن طريق القصص ممكن أن ننقل ثقافة للأطفال؟ صحيح القصة هي عبارة عن عالم متكامل نحن في القصة لا نهدف فقط إلى نقل ثقافة أيضاً متعة ومن خلال القصة يستوعب الطفل اللغة ويستمتع بلغته العربية فهي وعالي الثقافة واللغة أيضاً هي الثقافة الممتعة نعم فيستمتع بها جداً الطفل أيضاً نمزج فيها الخيال بالواقع كل هذا من خلال تقنيات دكتورة واحدة من قصصتش اسمها كيف تصطاد فكرة فنحن نبين عارف أنت كيف تصطادين هذه الفكرة عشان توصلين لهذه النتيجة يعني قد يبدو السؤال صعباً لكن في الحقيقة القصصي من واقع الحياة يعني قصصي كلها من واقع الحياة بالعكس أعتقد أن الواقع الحياتي هو أعقد مما تنقل كثير من القصص فأحياناً أستلهم الفكرة من موقف يحدث أمامي أو أحياناً يحدث موقف أمامي أو أرى شيئاً فيلفت انتباهي يحرك فكرة عن دكتور نعم يحرك لدي الأفكار والمشاعر هذه الفكرة والمشاعر قد تتطور لتكون مقالة قد تتطور لتكون قصة حسب يعني قد تكون مدى عمق الفكرة وهل تستحق أن أعطي أكثر من مقالة أو تكون قصة أو أن تكون رواية أيضاً طفولتج هل أنت كنت كثيرة القراءة أو هل شيء ساعة أنت تعطين قصص جميلة ممكن أو حبك جميلة للقصص؟ نعم لنقول أن هناك شيء عيني مهمين جداً هما القراءة لابد أن تكون مرتبطة بالكتاب والكتاب مرتبطة بالقراءة فكل كاتب لابد أن يكون قارئاً لكن ليس شرطاً كل قارئ أن يصبح كاتباً طمع فالكاتب عندما يكتب لابد أن يقرأ لكن لو ظل يكتب دون قراءة كأنه يمتح من بئر جاف يجف فالقراءة لأن القراءة أمر مهم جداً نافذة على الحياة والحمد لله أن عام 2016 وعام القراءة المحطات التي تتوقفين فيها في حياتك وتعتبرها محطات مهمة فيها ممكن تذكرين لو عندك أي محطات؟ نعم كما قلت الطفولة كانت مرتبطة بالقراءة ثم بعد ذلك بعد الجامعة كانت الكتابة أمر مهم ثم مرحلة دراسة المجستير والدكتوراه هنا تعرفت تجربة اختلفة الحياتية بما أني سفرت إلى الأردن وسفرت إلى بريطانيا وإلى أمريكا أو إلى عدة دول خلال الجامعة للدراسة أو للعمل؟ للدراسة كنت أجمع مصادم من كده دولة لعملي في المجستير والدكتوراه أمر آخر هو أيضاً بعد زواجي كنت مهتمة جداً بأن أقرأ للأطفال فبالتالي حرك لدي قضية الكتابة للأطفال يعني كنت سابقاً قبل أن تزوج كنوع من الراوية الشعبية للأطفال كنت أجمع الأطفال وأقرأ لهم كثير من القصص من التراث العربي وغيرها فهم كانوا يستمتعون بالسماع أكثر من أن يمسكوا كتاباً ويقرأوا كما كنت مستمعة لجدتي والأمي للقصص والتراث الشعبية سيحلو إذن هو تناقلتي أنت وكملتي فيه نعم ثم بعد ذلك عندما تعينت في جامعة الإمارات واشتغلت أستاذة جامعية أيضاً كانك فرصة من الوقت للكتابة ثم بعد ذلك تجربة المجلس الوطني وهي تجربة أيضاً أعتبرها مهمة خلال هذه الفترات لم يكن لديه التزام بعمل ودوام مثلاً من الصباح إلى المسافة وبالتالي أعطاني متسع من الوقت للكتابة وأيضاً علاقتي بأطفالي ما شاء الله دكتورة ذكرتي عدة أمور يعني عضو سابق في المجلس الوطني ودكتورة جامعية وغير الكتابة كيف تقدرين أنت توازنين بين كل هذه الأمور يعني أنت كامرأة عاملة وما شاء الله قدوة للأمرأة العاملة كيف ممكن توجهين كلمة للمرأة بأن تقدر توازن بين كل هذه الأشياء فترة عملي في جامعة الإمارات بعدها انتقلت للمجلس الوطني التحدي فبتالي لا أستطيع أن أجمع بين كوني أستاذة وأعوضوا في المجلس الوطني لكن قضية التنسيق التنسيق بين العمل وبين البيت ليس مهم كم نقضي مع الأطفال يمكن أن الأم داخل البيت تقضي طوال الوقت لكنها مشغولة بأمور أخرى مثل الهاتف أو بانشغالات أخرى لكن كم نعطي للأطفال وماذا نعطي ولا بد أن يكون مخطط لها يعني الأم قبل أن تجس مع أولادها مثلا اليوم تقول أنا سأجس معهم مثلا ونمي قضية التفكير الإبداعي فتكون محاضرة لهم تدريبات وأشياء وألعاب تكون قريبة هم يحبونها اليوم الثاني مثلا قد تخطط لهم مثلا رسم يعني أذكر في شهر رمضان الماضي كان عندي للأطفال دورة رسم وأيضا عمل النوع من المداخن أو التحف هذه الجرار هذه رسموا عليها وعملوا كثير من الأشياء فبالتالي التخطيط هو يستطيع أن يعلم نوعية الوقت ومش طول الوقت مع الأطفال هل تعتقدين بأن المرأة ممكن توجه صعوبات في عملها لأنها امرأة أو هذا الشيء غير صحيح لا ليس صحيح في العمل عندما نبدأ العمل لا يوجد تفرقة حقيقية بين الرجل والمرأة أعطيك مثال عملي في المجلس الوطني الاتحادي كنا نعمل كأعضاء معا فريق واحد لنقول هذا الموضوع سيناقش فقط الأعضاء سيكون من الرجال أو من النساء لأنها في النهاية فريق واحد الذي يختلف فقط ويفرق في الموضوع أن أحيانا المرأة قد تكون لها نظرة مختلفة في الموضوع الفلان حينما يتعلق بقضايا المرأة أو بالطفل أو غيرها قد تكون أكثر باعا ومعرفة من الرجل مثلا نعم كيف تقيمين وضع المرأة في دولة الإمارات حاليا يعني المرأة في الإمارات وصلت إلى أعلى المراتب والحمد لله والفضل لقيادتنا الرشيدة ودعمهم المستمر للمرأة المرأة لدينا الآن هي رئيس للمجلس الوطني الاتحادي الدكتورة أمل قبيسي معاني الدكتورة أمل قبيسي وهي امرأة قديرة وجديرة بكل هذا وأيضا لدينا وزيرات ولدينا سفيرات فبالتالي وصلت إلى كل ما تتمنى المرأة وبفضل طبعا دعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لكن مستمر للمرأة وأذكر في أحدى اللقاءات التي التقيت بها كانت تقول لي نحن نحب الكاتبات ونشجعكم وجملتها التي لا أنسها أبدا لتوقفي أبدا على الكتاب مهما حدث هذه موهبة الله رزقك إياه فاستمر فيها جميل دكتورة ما هي آخر طموحاتك إن شاء الله للمستقبل طريقة سريعة وبمختصر لا أعتقد أنك آخر لطموحات أي إنسان مدام هو يعيش في هذه الحياة لكن ربما أتحدث عن خطط لو قلنا خطط للسنوات القادمة أتمنى أن أصدر روايتي لأنني توقفت بسبب كتابتي للأطفال هي عالم آخر الكتابة للأطفال أيضا لدي بعض الكتب في التراثة أتمنى أن نجلسها إن شاء الله بدنا الله دكتورة نتمنى لك كل التوفيق يا رب نحن جميعا نولد بدون خطاء وبعدها نتعلم كيف نخطأ لهذا نحن بإمكاننا أن نتعلم أن لا نخطأ قدر المستطاع وشاهدين قبل أن نودعكم تابعونا على الإنستجرام وفيسبوك وتويتر الظاهر أمامكم على الشاشة وتابعونا الأسبوع القادم نفس الوقت تابعونا على الإنستجرام وفيسبوك وتويتر تابعونا على الإنستجرام وفيسبوك وتويتر تابعونا على الإنستجرام وفيسبوك وتويتر تابعونا على الإنستجرام وفيسبوك وتويتر